موسيقى 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 مرحب بكم من جديد من 48 سنة كان الجند المصري يوقع بكل شموخ وبسالة بيقاتل في حرب اكتوبر المجيد في الوقت اللي كان فيه الجند المصري فعلى جبهة القتال كان فيه هناك جبهة اخرى يقضها رسام الكركاتيل في مصر كانوا بيحربوا بطريقتهم الخاصة وبيعبروا عن هذه الملحمة الوطنية المصرية الخالصة بطريقتهم الخاصة لو عايزين تعرفوا المصريين عرفوا امتى فن الكركاتيل هتستربوا جدا من 1878 المصريين عرفوا فن الكركاتيل واستطاعوا ان هم يعبروا بخفة الدم المصرية المعهودة عن واقع المعيشي عن الانتصارات والانقصارات اللي بيقوم بيها الوطن عن مختلف مناحي الحياة حاولينا علاقة فن الكركاتير بانتصارات حرب واختبر المجيد وكزي كانت شكل الرسومات وشكل الكركاتير وفن الكركاتير المصري ازاي قدر ان يكون مرآة عاكسة لانتصارات الجندي المصري على جابة القتال برحب هنا بضيفي في السوديو الاستاذ احمد عبدالنعيم فنان الكركاتير ونائب رئيس تحرير الاخبار المسائي اهلا معركة اهلا بيك فانم سواء الخير عليك طيب يعني في البداية فاندم اي يعني سؤال كده اين كان الكركاتير خلال حرب اكتبر المجيد يعني هو زي ما احركت فضلت كده الجندي على الجبهة ورسام الكركاتير على طولته في الجورنان او في المجلة لانه هو فن صحفي في الاساس في الحقيقة انه البعض بيعتبر او بيقتصر فن الكركاتير على فكرة الاضحاق فقط ولكن احنا بنشوف اشكال اخرى لفن الكركاتير اللي هي كانت مواكبة لحملات كثيرة جدا جدا منها يمكن حرب اكتوبر وقدر انه الفنان يعبر بشكل سريع جدا وبشكل دوري عن الانتصارات المختلفة اللي حققها الجيش المصري خلال فترة الحرب انا عايز ارجع مع حررتك يعني في عجلة سريعة جدا انه في الحرب العالمية التانية لما الانجليز اكتشفوا انهم خسروا معارج كتيرة جدا والالمان بيتقدموا بشكل كبير جدا لدرجة ان الالمان في يوم واحد اصروا حوالي 80 الف جندي هنا رئيس وزراء بريطانيا تشيرشل وقف وقال لم يبقى لنا سوى الدم والدموع وفكر في حيلة طريفة اوه انه جبع كل رسام الكاريكاتير في انجلترا وفي دول ودول الخلفاء وخلاهم يعملوا رسوم كاريكاتيرية تنال من هتلر ومن جنوده وطبع منها ملايين من الختيبات او ملايين من الرسوم وبدأ يوزحها على الجنود عشان يرفع من الروح المعنوية مش عايز اقول انها كانت سبب في الانتصار او سبب مباشر لكن على الاقل كان لها دور وده بالضبط اللي عملوا الكاريكاتير المصري فيه 73 احنا كنا بنقرأ المنشطات بنقرأ المقالات بنقرأ الحوارات المختلفة لكن كنا بنتفرج على الصورة الكاريكاتيرية اللي بتكمل لنا المشهد بشكل كبير جدا من 10 الفنان الكاريكاتيري اللي كان ليه تأثير وقدر يعبر بريشتو ويمكن برد بتعليقاته عن حرب اكتوبر المجيد من يعني اكتر من الفنانين الاخرين احنا كان عندنا في الفترة دي 3 فرسان موجودين يعني 3 فرسان موجودين في الجرائد اليومية تعرف حركة الجريدة اليومية هتكون اسرع من المجلة الاسبوعية او المجلة الشهرية كان عندنا في اخبار اليوم الراحل العظيم مصطفى حسين وكان عندنا استاذ صلاح جاهين في الاهرام وكان عندنا في الجمهورية كتيبة من الرسامين على رأسهم تاج فالحقيقة ان التلاتة دول لانه الكاريكاتير اليومي زي الخبز الطازج كانوا قدروا ان هم يعبروا بشكل كبير جدا عن اخبار وبشكل كبير جدا عن الكاريكاتيرات خلال هذه الفترة طيب يعني يمكن عايزين نشوف بعض من الصور كده اللي بتعبر عن فن الكاريكاتير في هذه الفترة انا ذاك ويمكن ناخد تعليق من سيادتك يعني زي ما حرك شايف كده بعض من هذه الصور اللي تم تناولة هذا الامر اه شوف حرك هنا هتلاقي النصر المصري الجميل اوي قدر رسام الكاريكاتير تعرف حرك فن الكاريكاتير فن المبالغة يعني فن في المبالغة بشكل كبير جدا نقدر انه هو يعمل ضخامة للنصر المصري وهو واقف واستغل شكل النيل بفروعه المختلفة وهو بيشاور عليه بشكل كبير اوي ها كاريكاتير رائع اوي ومعبد يعني عرب مصر الهوية المصرية اوي حضرتك الفزعة بتاع الجنود والجاري بتاعهم معمول ازاي؟ معمول بشكل جميل اوي اه هنا بقى فنان الكاريكاتير صلاح جهيد وهو بيعمل ده ده الرمز بتاعنا اللي هو الرمز القومية المصرية او او الرمز المصري يعني اللي هي الفتاة المصرية الكبيرة او ضخمة الست المصرية الست المصرية واللي قدر يعمل فيه مبالغة وهي كمان بس كشوف حركة العلم بتحاول انها تغرزه في الارض بشكل رائع او واللي عليك تفعل على ظهرها دوت ده السلاح اه يعني هي ست جدعة مصرية هي رمز المصري يعني اه فيه الاهرامات موجودة على لو حركة تلاحظ كده الاهرامات موجودة في المنديل بتاعها اه صحيح اه صحيح اه 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 حركة بقى طب يمكن ان هو الحركة انا اشرت في المفل بريطاني تشورشل زي استخدم فن الكركاتير هل الحركة شايف ان فن الكركاتير استطاع اصحاب الكركاتير المصريين ان هم يقدروا يعبروا يجسدوا مناحي الحياة المصرية بهذا الفن في مختلف العصور المختلفة اه ما فيه شك انه اه حركة لما تبص لرسمة كاريكاتيرية او رسوم كاريكاتيرية خلال فترة اه ما بتقفش عند الفكرة فقط ولكن بيقدر فن الكاريكاتير يكون بمثابة تأريخ يعني حركة ممكن تتفرج على رسمة كاريكاتيرية تقدر تقول ببساطة شديدة الناس في الفترة دي كانت بتلبس ايه شكل المباني كانت عاملة ازاي لو عندنا رجل اقتصاد ممكن يشوف اسعار بعض السلع ويقول الاسعار كانت عاملة ازاي ويقدر من خلالها انه يقول حالة التضخم عملت ازاي ابن حبيل ان كان مصر بشعوب العالم الاخرى فيه ما تعرفها فن كتير يعني وضعنا ازاي بس احنا يعني شعب المصر شعب دمه خفيف بطبع ولذلك كمان مشكلة رسام الكاريكاتير انه هو اقرب انه بيبيع الماية في حرط السقييد لانه هو شعب ضحك وشعب يعني قادر انه يوصل بيمكن استاذنا الدكتور سيد عويس كان بيقول انه الشعب المصر في تلاتة وسبعين نصه بيحارب ونصه بينكت لانه هو السلاح السخرية دا دائما موجود في الشعب المصر وزي يمكن حرك اشارت في الاول انه الكاريكاتير في مصر ممتد يمكن لحد العصور الفرعونية يعني في بعض البرديات اللي بتؤكد على ان هذا النهج الساخر كان موجود في عصور مختلفة من عصور الفرعونية حرك لو رجعنا بالذكرة قبل تلاتة وسبعين حركوا انه طبعا من يونيو سبعة وستين ازاي قدر فن الكاريكاتير انه هو يعني كان هناك مساعي لتماسك الجبهة المصرية لرفع الروح المعنوية عند المواطن المصري هالحركة يعني لو حبينا نرجع بالذكرة للفترة دي ازاي قدر الكاريكاتير انه هو برضو كان يعبر عن عن الدور الوطن اللي ممكن يقوم بيه عشان نقدر احنا نرفع الروح المعنوية للمجتمع المصري بشكل عام بعد سبعة وستين الحقيقة انه انه رسام الكاريكاتير في الفترة دي كان اسرع في لفظ فكرة الاكتئاب يعني كتير جدا جدا من البعض يمكن اصابوا بعض من الاحباط بعد الهزيمة وده طبيعي ومنطقي جدا لكن كتيبة رسام الكاريكاتير خاصة في روزا ليوسف وصباح الخير لان في الفترة دي روزا ليوسف صباح الخير كان فيها حوالي تلاتين رسام كاريكاتير لما تقدر حضرتك تركز او تبص على الكاريكاتيرات اللي كانت موجودة في الفترة دي تكتشف ان رسام الكاريكاتير قدر يستوع بالهزيمة بسرعة وقدر ان يشوف انها كانت لحظة يجب ان لا نقف عندها كثيرا ويمكن صراح جهيل اللي كان يعني كنا بنقول ان هو كان اكسرهم اكتئابا في الفترة دي بالعكس هو كان اكسرهم انتاجا واحجازي واللباد والليسي يعني كلهم مع حفظ الالقام حركوا بحيات الوطني بشكل كبير جدا وهو جيل كان كمان جيل كان متفق تماما مع اهداف الثورة فقدر بسرعة يستوع بالهزيمة ويبدأ يا من نوع من انواع التوعية ويقدر يا من نوع من انواع التجهيز للمعركة القادمة لانه كان عنده ايمان راسخ بانه ان دي كانت فترة وفترة سريعة جدا جدا وبسرعة هيقدر الجندي المصري انه يستوع بالهزيمة وهيحققها او يحولها الى انتصار طب نرجح تاني نشوف بعض من صورة الكاريكاتير ويعلى عليها معنا الاستاذ احمر عبد النعيم اهو اهو نشوف الكاريكاتير جميل يعني هي كاريكاتير موجود في الاهرام وفي ذكرى انتصارات اكتوبر هذا التزاوب ما بين الجندي وما بين العامل او ما بين يعني احنا دايما نقول يد تحمل السلاح ويد تبني فنقدر نشوف يعني هنا حالة جميلة ويد للمعنى دوت يعني اه نعم نعم وهي فعلا هو يد تبني ويد تحمل يا سبحان الله يعني فعلا الصورة معبرة تعبير غير عادي اه هنا كاريكاتير رائع او ده فنان احمد قعود وعامل ذكرى ناصر اكتوبر وهو هنا يعني مستغل لعلامة الناصر بدل رقم سبع فاحنا بنشوف هنا الف تسومية تلاتة وسبعين هو قدر انه يعمل حالة كده رائعة جدا انه يستغل العام في السماء يعني الف تسومية تلاتة وسبعين طائرة في السماء وفيه على المعصم بتاع والتكوين التشكيلي كله يعمل الف سومية تلاتة وسبعين اعلامة الناصر تعمل رقم سبع صحيح فكاريكاتير رائع وعمل حالة ابتسامة كده وحالة رضا عند الجندي يعني واحساسه بالناصر يعني صحيح صحيح فكاريكاتير رائع عندنا فيه هو ده اه ده بقى الفنان المصري او الارماني الذي حصل على الجنسية المصرية صاروخان وصاروخان عامل الكاريكاتير ده في اكتوبر يعني يمكن خلال اكتوبر بعدها بأيام كده وشوف حضرتك الجند المصري بوقفته وصاروخان كان رسام شاطر قوي يعني رسام كان رسام رسام تقيل الكاريكاتير دوت بعد انتصارات اكتوبر بأيام كده اه لانه صاروخان توفى تسعة وسبعين يعني فهو كان فنان ارماني جي في مصر سنة الف سومية اربعة وعشرين وحصل على الجنسية المصرية في اربعة وخمسين يعني كان مصر خلال اصبع مصري مصر تماما خلال اصبع مصري فالحقيقة قدر يأمل الكاريكاتير رائع وده كان موجود في الاخبار في الصفحة الاخيرة صحيح طب حرك لو فيه كاريكاتير معين كده يعني اما بتشوفه تقول اكتر كاريكاتير معبر عن حرب اكتوبر المجين حرك تفتكر اكتر حاجة معلمة في ذاكيرات حضرتك؟ انا افتكر انه كاريكاتير كان فيه 7 اكتوبر 73 تاني يوم على طول صلاح جهين صلاح جهين في الاهرام وانا اتمنى ان احنا كنا حصلنا على هذا الكاريكاتير صلاح جهين تاني يوم على طول عامل العالم واقف مندهش جدا على الجبهة الاخرى والجند المصري واقف فرحان قوي واقف على سينة يعني خلص احنا اخبنا سينة وبيحط العالم او بيغرز العالم بشكل يعني انه العالم ده مش هيتشال تاني يعني واندهاش العالم وفرحة الجند المصري وهو بيقول له ان احنا يعني استردينا ارضينا او استردينا الحقيقة كاريكاتير يعني انا توقفت عنده لان احنا بنتكلم في 7 اكتوبر يعني في اليوم التالي على طول ادر رسام الكاريكاتير يعني لو افترضنا الحرب بدأت الساعة 2 طب هو انا عدت اقول صلاح جهين رسامها امتى وانت عارف حركة انه احنا بنطبع الطبع الاولى ساعة 5-6 فقد ايه انه يعد ويستوعب المسألة ويعد يرسم ويعمل كاريكاتير معبر ده كان شطارة فنان صلاح جهين جدا يعني صلاح جهين بقى طيب يعني هل في مشروع لتوفيق هذه الكاريكاتيرات انا بتكلمش عن اكتوبر بس بتكلم على مختلف الامور اللي بيتمر بيها بس هل فيه هناك كان فيه مشروع ايض مذاكرة الكاريكاتير نعم الى حالك عايزين نعضح للمشاهد اهمية هذا المشروع وايه اهدف هذا المشروع اللي بتعملوه عشان نقدر نوفق هذا الفن المصري العريق يعني هي مازالت حتى الان هي مبادرات فردية 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 من 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 البعض يعني مثلا انا عملت بعض الكتب في فن الكاريكاتير زمايا الاخرى عملوه في بعض الرسامين او بعض الكتاب حاولوا ان هما يقرخوا الفن الكاريكاتير زي الراحل العظيم اللباد الكتب في في الكاريكاتير كتير اوي اه في البعض جمع رسومه زي الراحل وقدر استاذنا طغان انه يعمل مجموعة من الكتب بتؤرخ لفترات معينة يعني الكاريكاتير والقضية الفلسطينية الكاريكاتير وحرب اكتوبر الراحل من ايام جمعة فرحات عمل سلسلة من الكتب عن كل الكاريكاتيرات بتاعته في القضية الفلسطينية مثلا فهي ما زالت لسه الحياة مبادرات فردية مش مبادرة عامة يعني ان شاء الله تبقى مبادرة عامة وكل عام حرك بخير كل سنة حرك بخير وفي ساعة الاستاذ احمد عبد النعيم فن الكاريكاتير وناب رئيس تحيير الاؤبار المسايح هيستمتعتي معاك انا سعيد جدا جدا ويومك جميل يا رب دايما شكرا طيب بنعيش معاكو اجوال انتصارات انتصارات حرب اكتوبر المجيد هتليها خلال هذا الاسبوع وان شاء الله خلال شهر اكتوبر المجيد كله هتلاقي موجودة على قناة النيل للاخبار بلقاءات مميزة للغاية اتمنى انتوا تتابعوها مع رموز ومن حضروا وشاهدوا وكانوا على الجبهة القتال في حرب اكتوبر المجيد هتسمعوا منهم هذه اللحظات اللي سبحان الله يعني كلما بنعيدها كلما بتستاد رونقا وتشوقا لهذه اللحظة الهمة انا كده نكون وصلنا معاكو لاختام هذا اليوم من هذا الصباح ان شاء الله تجدد معكم اللقاء وفريق عمل جديد وموضوعات اخرى نفتحها معكم نشكل لك بواسطة المتابعة وإلى اللقاء